أخبار اليوم لأنه نحن باعتقادنا أنه السوق بمصر سوق كتير كبير وفيه بوتانشيل كتير كبير فعم نشوف شو المجال للإستثمارات العقارية بمصر هيدا الشق الأول أما الشق التاني نحن اليوم عم نحاول أنه نأول علاقات ما بين مصر وما بين كندا ثرو بروموتينج كندا للمصريين الكنديين أو اللي حابين يسافروا على كندا إن كان للهجرة ولا للدراسة ولا للإستثمار العقاري هل لكم إستثمارات في مصر أو هل لسه بتدقوا وتدرسي عنه؟ لا بعدنا نحن عم ندرس السوق اليوم بتعرف هذا موضوع بياخد شوية وقت السوق المصري سوق كبير وسوق صعب بنفس الوقت فنحن بعدنا عم ندرس هيدا الخطوة ومجرد ما يصير عنا كلارتي على هيدا الموضوع إن شاء الله منبلش تنفيذ الاستثمارات تعيدنا الحكومة المصرية لديها عدد كبير مشروعات ضخمة في القطاع للإستثمار العقاري والطرق والبناء التحتية هل مفكرتوش تشتركوا مع الحكومة أو بفي تغاوبة أو تواصل مع الحكومة مباشرة من خلال وزارة الإستثمار؟ والله كمان هذا موضوع بدنا ندرسه ما في جاوبك عليه أي ولا لا بدنا ندرسه لنشوف إذا نحن فينا نكون كواليفايد لهيد المشاريع لأن انت بتعرف هيد المشاريع بدي يكون شركات عندها تراك ريكورد بمصر لحتى يقدر يفوت مع الحكومة ويأخذ مشاريع من الحكومة هلأ في حال هيدا البري ريكوزيت منه مطلوب أكيد نحن اليوم هيدا المشاريع بتهمنا كتير وبهمنا أنه نكون عم نفوت بمشاريع مع الحكومة المصرية هل لكم استثمارات خارج لبنان؟ نحنا اليوم الفوكس أكتر شي لبنان بس نحنا كمان بنفس الوقت في عنا مكتب بالرياض وعنا مكتب بدبي بالإمارات العربية المتحدة وبنفس الوقت نحنا منستثمر ومنبيع عقارات بالمملكة المتحدة بلندن وبكندا بطورنطو طب حك هل تعتقد أن بيت السسمار في الوقت الحالة في مصر جاذبة؟ طبعا تدخل السسمارات جديدة؟ 90 مليون بلد ما شاء الله كبيرة أم الدنيا أكيد في كتير أماكن فيها potential for development بحاجة لتطوير ولتحسين فأكيد الجاذبية كتير كبيرة بيضل فيه أنه اليوم العامل الأهم بهذا الموضوع أنك أنت تفهم السوق المحلي تفهم اللوكال ماركت شو بده وتعطي حسب اللوكال ماركت لأنه ما فيك تجيب أنت شي من بره وتطبقوا هون بدي يكون عندك الخبرة المحلية لتقدر تشغل بالسوق المحلي طب لو تكلمنا عن الخبرة المحلية ماذا ياخدنا في اتجاه التحاد المقاولين المصري؟ نعم ممكن تعملوا شراكة معها مع شركاتنا كلها حوالي 600 شركة مثلا موجودين في السوق المصري لماذا لا تفكروا أن تعملوا بره وتطبقوا التعاون معها؟ ممكن كل شيء بوقته حلو إن شاء الله بعدنا نحن ندرس السوق فكل الأمورتشينيتيز موجودة وعم نطلع عليها ولما نلاقي حالة نحن وجدنا الأمورتشينيتي الأنسب بالنسبة لنا أكيد لحنفوت فيها إن شاء الله رؤيتك لسوق العاخرات في مصر في الأسعار ووحدات السكنية بتاعته هل مرتفع أو متوسط بالنسبة للسوق بشكل عام؟ اليوم بالنسبة للسوق العربي بعتقد السوق المصري كتير أتراكتف بالنسبة للأسعار وبنفس الوقت إذا أنت بتجي بتطلع على التعداد السكاني بقلب مصر وبنفس الوقت الأكسبات الإجيبشنز اللي عايشين خارج مصر كمين هولي كلهم عم بيشتغلوا بره وبنفس الوقت بهمهم يتملك ويكون عندهم شقفة أرض يكون عندهم بيت يكون عندهم شقة أبارتمنت بقلب مصر فاليوم الديماند عندك كتير عالي والأسعار بعتقد إتس أفوردبل منها كتير غالية فهيدا الشي اليوم بساعد أن السوق يعني يزدهر ويكون في طلب عالي عليه فالأسعار اليوم أنا برأيي إتس كومبتتف بالنسبة مقارنة مع بقية الدول العربية زي لبنان مثلا أسعار؟ لا أكيد في لبنان أغلف كتير لا تنسى اليوم لبنان عندك لبنان 10452 كم مربع بس يعني بيجي قد يمكن بالزبط فما في عنا أراضي كتير التعداد السكاني شوي كبير عنا لبنانيين خارج لبنان أكتر من اللبنانيين الموجودين في لبنان فاليوم القلة الأراضي سكارسيتي أوفلاند أكيد بتأثر على سعر الريل ستايت فاليوم في لبنان أكيد أغلى من هون بكتير أغلى من مصر بكتير شكرا لعلك شكرا شكرا